تعد البحرين واحدة من الدول العربية القليلة التي طبقت بالفعل معايير اتفاقية بازل الثانية في قطاعها المصرفي بل إنها كانت متشددة في تطبيق هذه الاتفاقية التي نصت على أن يكون الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال 8% بينما طلب مصرف البحرين المركزي من البنوك أن يكون الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال 12% لكنه فيما يتعلق بتطبيق معايير اتفاقية بازل الثالثة لم يقرر المركز البحريني حتى الآن الإطار الزمني لتطبيقها على الرغم من أن معظم البنوك البحرينية قد تكون مهياء لذلك حيث يضع المركز البحريني في حسبانه قائمة من البنوك البحرينية التي أنهكتها الأزمة المالية الأخيرة ودفع هذه البنوك لتطبيق معايير بازل الثالثة حاليا قد يمثل لها عقبة كبيرة نحن الآن في مرحلة التباحث مع البنوك لأن العكاسات في الواقع المتوقعة لتطبيقات بازل ثري على البنوك ستكون كبيرة وليس فقط في متطلبات رأس المال ولكن أيضا في وضع السيولة ونحن نريد أن نعطي البنوك الوقت الكافي لتدبير أشؤونهم بحيث أنهم يستطيعون أن يتكيفون مع هذه المتطلبات على صعيد متصل تبدو دول الخليج وكأنها تعمل بشكل منفرد فيما يتعلق بتطبيق معايير اتفاقية بازل الثالثة أو حتى سابقاتها فكل دولة في مجلس التعاون الخليجي تنتقي الوقت المناسب لذلك دون تنصيق ملحوظ أو تناغم بين دول مجلس التعاون الخليجي التي يفترض أن تتحرك سويا باتجاه مشاريع مالية مشتركة أنا أعتقد أن هذا شيء مطروح ونحن نتعاون من خلال الاجتماعات المستمرة للجان سواء كان للجنة المحافظين أو اللجان الرقابة واللجان الأخرى التي تجتمع على مستوى دول مجلس التعاون للتنسيق في كثير ما يتعلق بأنظمة الرقابية المعتمدة في مجلس التعاون وكما تعرف أن كل دول مجلس التعاون تطبيقات المعايير الدولية مؤتمدة لديهم والكل يعمل على نفس المنظومة ما زلنا أيضا في انتظار أن تقوم الجهات الرقابية والتنظيمية للقطاع المصرفي في المنطقة العربية بتنقيح وتكييف معايير بازل الجديدة لتتناسب مع البيئة المصرفية العربية فلا يجوز النسخ الكامل لهذه المعايير التي وضعت بالأساس لخدمة من صاغوا هذه المعايير وليس من يتلقاها دون أن يشارك في صنعها أنا أقول يجب أخذ المعايير الدولية وتكييف مع البيئة الموجودة معنا بالمثال بسيط عندك معيار مال 39 الذي يقوم بإعادة التقييم الأصولة هذه كذلك أخل بعملية المحاسبة لمنطقتنا تم تقييم بعض الأصول وبعد فترة هذه الأصول قيمتها نزلت أثرت على ربحيات البنك إن كانت موجودة للتجارة أو أثرت على حقوق المساهمين إذا كانت هي في استثمارات فهذه الأشياء تخلق لك ذبذبة في الميزانية مشكلة كبرى على كل حال معايير بازل ثلاثة لم يتم الانتهاء منها إلا منذ مدة وجيزة ومازالت بعض المعايير والتوصيات قيدة دراسة والبنوكة العربية ليست في عجلة من أمرها ففترة السماح لتطبيق بازل ثلاثة تمتد للعام 2018 لكن جهدا يجب أن يبذل من الآن محمد الباز سين بسيطة عربية البحرين ترجمة نانسي قنقر